الموضوع الثامن التفاعلات الكيميائية الأهداف يرجى في نهاية الموضوع أن يكون الطالب قادراً على أنه يقارن بين الأنواع المختلفة للتفاعلات الكيميائية يدلل بأمثلة على أنواع التفاعلات الكيميائية سؤال ماذا يقصد بالتفاعلات الكيميائية؟ التفاعلات الكيميائية لا أنواع عديدة منها يوضحها الشكل التالي التفاعلات الكيميائية تحتها نلاقي فيه تفاعلات تعادل هنا نوع آخر تفاعلات تبادل المزدوك ونوع آخر تفاعلات الاحتراق وتفاعلات الإنحلال وتفاعلات الإحلال البسيط وتفاعلات التكوين أولاً تفاعلات التعادل يتم هذا التفاعل بين حمد وقعدة وينتج ملح وماء مثال كي أو إتش زاد إتش سي إل ينتج كي سي إل زاد إتش تو أو هيدروكسيد البوتاسيوم زاد حمد الهيدروكلوريك ينتج كولوريد البوتاسيوم زاد المي النوع الثاني تفاعلات الاحتراق وهو تفاعل الوقود مع الأكسجين يكوني الأكاسيد المقابلة زائد الحرارة مثال مي جي زاد أو يديني مي جي أو زائد حرارة ماغنيسيوم زائد إكسجين يديني أكسيد ماغنيسيوم زائد حرارة النوع الثالث تفاعلات الانحلال وهو تفاعل جزئي من المادة إلى جزئيات أبسط مثال سي إي سي أو سري بالحرارة يديني سي أو زائد سي أو تو كاربونات الكالسام بالحرارة ينتج أكسيد كالسام زائد سانوكسيد الكربون النوع الرابع تفاعلات تكوين المركبات وهو عبارة عن تفاعل عنصرين معا لتكون مركب جديد مثال إني زائد سي إيل يديني إني إي سي إيل سوديم زائد كلور يديني كلوريد السوديم لغمالح الطعام النوع الخامس تفاعلات الإحلال البسيط وفيه يحل عنصر مكان عنصر آخر في مركبه مثال مجي زائد إتش سي إيل ينتبه مجي سي إيل زائد إتش تو مغنيسيوم زائد حمض الهايدروكلوريك يديني كلوريد المغنيسيوم زائد الهايدروجي وعشان نوزل المعدل دين نضيف كام هنضيف اثنين نهومة قبل الإتش سي إيل النوع السادس تفاعلات التبادل المزدوك وفيه تتبادل الأيونات أماكنها عند تفاعل مركبين لتكوين مركبات إيه جديدة مثال مجي سو فور زائد إيه تو سي أو سري ينتب إيه تو سو فور زائد إم جي سي أو سري يبقى كل اللي حصل إن المغنيسيوم رحمة كان السوديوم والسوديوم رحمة كان المغنيسيوم اكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع